نايا ونتالي هاتان الطفلتان ابنتان ضال ولين المعتقلين لدى الاحتيار الاسرائيلي تستقبلان العيدة هذا العام بدون الام التي اعتقلت منذ اسبوعين وهذا اليوم اعتقل الاحتيار والابا نضال بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فوريك شرق نابلس ليأتي عليهم العيد دون فرحة بوجود والديهما في المعتقل وكانت الاملين قد اوسط بشراء ملابس العيد لابنتيها كأنها شعرت بانها قد لا تكون معهم هذا العيد كلها نظار قلت ايو فتجوه انت امه قلت انا امه شو بدك منه ضايله انه اشي تاخده مش عامل اشي كلا احضن بجوه هات سؤال وجواب ما بنا ناخده فاتوا تجادلهم وياه في الغرفة فوضروا بساعة وخلص هم يذكروا على لينا يعني شو عشان السجيني سابقة خلص هالسلينة منتبه لبيتها وجوزها وبناتها هاي هتشوف بناتها يعني خلي العالم تشفك عبناتها بالليل بعيده ويحكو لك يعني البنت الليلي كتا مطحاله يتعيد بدها امها بتقول لك لو تجيبوا لي الجنة انا بدي امي بدي امي هذه العائلة كغيرها من الاف العائلات الفلسطينية محرومة من لقائف لذات اكبادها القابعين في سجون الاحتلال والتي باتت حياتهم صعبة لغياب الاحبة خلف القطبان فرحة العيد هنا منقوصة بغياب الامي والابي جراء الاحتلال ما ذنب هؤلاء الاطفال ان يأتي العيد والفرحة لا زالت منقوصة خليل ابو عرب تلفزيون فلسطين بلدة بيت فوريك شرقينة بس